ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم يا شباب معكم مكو وعندنا حلقة ثانية من أخبار VGS طبعا هذه الحلقة التي أنا نناقش فيها آخر وهم أخبار العاب ومثل ما تعرفون كل الخبر يتكلم عنه يكون الرابط مالا في الوصف أتمنى أن أعجبكم أخبار اليوم أول خبر عندنا عن لعبة مانيكرافت وطلعت أرقام مبيعات لعبة مانيكرافت على جهاز البلايستيشن كل أجزة سوني بلايستيشن ومنها 300 ألف نسخة على جهاز البلايستيشن 3 والبلايستيشن 4 و200 ألف نسخة على جهاز البي إز فيتا هذه الرقامة ترون لعبة مانيكرافت ناجحة على أي جهاز تنزل أقب مؤكرة شركة روكستار أن لعبة جي تي اي فايف تعجلت على البيسي حضرت لنا هذه الصور لكي ترون لعبة متطورة وقوي على جهاز البيسي طبعا القصد الأول من هذه الصور أن شركة روكستار يتحمس اللاعبين لكي ترى أخرنا اللعبة لكن ترون ناطق شلون اللعبة صغيرة قوية وأوضح وشركة روكستار أكدت هذا الشيء من قبل وشركة روكستار ستعطي مليون خمسمائة دولار في اللعبة حق الناس اللي سيقومون بري أوردر اللعبة طبعا جزء منها سيكون حق الانلاين وجزء منها سيكون حق القصة مانتك في لعبة جي تي اي في معلومات تساربات حق البريميوم حق اللعبة باتلفيلد هارلاين طبعا شركة اي اي لاحين معلنوا عن المزايا اللي سيحصلونها لمستخدمين البريميوم لكن بيينت هذه الصورة ستحصلون مع نسخة البريميوم ستحصلون على 12 باتلفاك أو حزمات قتال الحزمات الاضافية ستقررون انكم تلعبونها قبل ناسب اسبوعين وغيرها من المزايا الاكثر الحصرية حق مستخدمين البريميوم طبعا احنا ننطر شركة اي اي تعلن عن هاي الشي لانها باقي اقل من اسبوعين او اسبوعين تقريبا على صدار اللعبة وشركة اي اي لها ما قالت شنو مزايا البريميوم في عرض يريد طلع حق لعبة payday 2 crime wave edition طبعا اللعبة نزلت من قبل على الاجزة الجي القديم والبي سي لكن مع هاي النسخة طبعا اللي هي crime wave edition راح تحصون على كل الحزمات الاضافية اللي كانت موجودة سابقا راح تحصونها مع اللعبة يعني اول ما تاخذون اللعبة بدون ما تشترون او تدفعون مبلغ اضافي طبعا قالت الشركة بعد مطاورة ان اللعبة حين تدعم دقة 10 ATP مو نفس قبل في حزمة يديدة حق لعبة far cry 4 طبعا هاي الحزمة راح تطيف لكم مهمات اضافية يديدة وبتضيف بعد طور الكوب اللي خليك انت وصاحبك تلعبون مع بعض في اللعبة طبعا الحزمة المفروض انها تنزل تاريخ 10 مارس واذا انت كنت تملك سيزن باس راح تحصلها مع سيزن باس في باند اللي يدي حق الجهاز البلاي ستيشن 4 سارة 360 دولار طبعا مع هاي الباندل راح تحصل على بطاقتين لمدة 6 اشهر حق اشتراك خدمة البلاي ستيشن بلوس وراح تختار لعبة من اربع لابة هون اعطيناك اياها سواء انك انت تابي دستيني انت تتبكي بلانت 3 نبي اي 2 كي فيفتين او فاركراي فور انت تختار اللعبة التي تبيها ولا تنسى ان سعر الجهاز 365 دولار باس في عرض طلاع حق لعبة مارتل كومبات اكس وهو عرض حق طور القصة الموجودة في لعبة مارتل كومبات اكس طبعا احداث القصة دور عقب 25 سنة من القصة السابقة اللي هي اللعبة السابقة اللي نزلت في 2011 هادي اللعبة اللي راح تنزل في 2015 الدور عقب 25 سنة من اللعبة السابقة أتمنى فهمت القصدي ولستويل المطور قالوا أنه في القصة بتقاتلون ضد ميلنا اللي هي بتكون العدو الرئيسي وفي هاي العرض بعد باين في أربع شخصيات إضافية مقالوا أنها من قبل أربع شخصيات مثل ميلنا جاكلين بريكس تاكاشي تاكيدا وكونج جين في عرض حق الجيم بلاي في لعبة زومبي آرمي ترولوجي مدة خمس دقائق يرويكم طريقة اللاعب شلون طبعا هاي الجزء من اللعبة هو جزء مطور من الجزء السابق حق لعبة سنايفر إليت وهاي اللعبة راح تكون موجودة على أجزة الجيل اليديد وطبعا اللعبة تنزل تاريخ 6 مارس فهي كانت الحلقة حق اليوم أتمنى حجبتكم الحلقة والأخبار لا تستطيعون ترامونا بضباط على زر لايك وترى كل الخبر تكلمت عنه موجود الرابط مالا في الوصف فهي كان كل شيء معكم وشاكل لكم مع السلامة شباب